يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشاهدوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بكون سعيدة جداً أنا بكون معاكم كل أسبوع بجد حقيقي ومن قلبي بيبقى عندي كلام كتير جداً عايزة أقول وكلامي دايماً من القلب وللقلب عارفين ليه؟ عشان أنا حسة بيكم وعشت تجارب كتيرة زي تجاربكم وقريبة منكم اتواجعنا مع بعض وفرحنا مع بعض وكل اللي إحنا بنعيشه في حياتنا كله لمسنا كلنا النهار دا في حلقتنا في يحكى أنه هكشف لكو عن أسرار مهمة جداً في نجاح العلاقات العاطفية والإنسانية بشكل عام أكيد أكيد كلنا نفسينا نبقى سعدة نفسينا نبقى سعدة في علاقاتنا ونعرف إزاي نختار صح يا مشوار طويل قوي أول ما قول نعرف إزاي نختار صح ناس كتير قوي بتتناهي تقول آه ده ده سؤال صعب طيب ولو قابلتنا في حياتنا تجربة وممكن تكون التجربة دي نجحة نعرف إزاي نعديها وما نقفش قدامها نعرف إزاي لو وقعنا وانكسرنا نعديها برضو وما نقفش قدامنا دايماً يقولك إيه اللي بيفكر بعقله هو ده الناصح النهاردة كلامنا كله هيبقى بالعقل ليه زي ما بيقولوا زمان جدودنا وأهلينا العقل زينة الإنسان اللي يعرف يحكم عقله وما يسيبش عوطفه هي اللي اتحركه في كل حياته دايماً الكذبان عارفاً دلوقتي فيه ناس كتير قوي بتشوفني دلوقتي وبتسمعني وبتقول بينها وبين نفسها كده إن أنا لأ يا ريت يا إيمان أنا ما بعرفش حكم عقلي أنا طول الوقت بحكم مشاعري هي اللي بتحركني في كل حاجة أنا بقولك أو بقولك أنتوا أكيد محتاجين تتابعوا الحلقة بتاعت النهاردة وتتفرجوا عليها كلها وما تفوتوش حتى واحدة منها لأن احنا النهاردة هنتكلم عن الزكاء العاطفي والاجتماعي الاتنين إيه دا؟ هو إيمان الزكاء العاطفي غير الزكاء الاجتماعي؟ يعني مش ده هو ده لا فيه زكاء عاطفي وفيه زكاء اجتماعي وهنعرف كمان إزاي نتحكم في مشاعرنا وإزاي نسيطر عليه هنعمل كده إيه؟ نبقى إحنا الليدر على مشاعرنا طول ما احنا عرفة إزاي تحكم في مشاعري صدقوني هنعرف ننجح أي علاقة بتمر علينا في حياتنا مشاعر 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 زي شرينة عبدالوهاب ما قالت مشكلة مشكلة ما ينفعش نمشي في حياتنا كلها بمشاعرنا طب يا إيمان هل الزكاء العاطفي هو نفسه الزكاء الاجتماعي؟ لا فيه فرق كبير جدا ما بين الزكاء العاطفي والزكاء الاجتماعي النهاردة هنتكلم في ده وهنتكلم في كل جزئية وإزاي نحكم عقلنا ومشاعرنا نعمل كنترول في حياتنا عشان تبقى حياتنا أسعد كلنا بندور على السعادة والله كلنا بندور على السعادة كلنا بندور على الاستقرار والأمان نفسي علاقتي تنجح نفسي أحس بالأمان والهدوء نفسي أنام كده ومصحاش على كرسى نفسي أنام وقوم مصحاش إن العلاقة انتهت طيب وأنا عملت إيه؟ طيب ده أنا حبيت ده أنا ضحيت ده أنا ديت كتير قوي ده أنا عملت كتير قوي دي معظم مشاكل الستات اللي بتبعتها لنا على البرنامج